اكثر الخسائر المكلفة على الاطلاق معظمنا قام باخطاء فاديحة في حياته لكننا لم نقم جميعا بخسائر مكلفة قد تبلغ ملايين الدولارات مثل مصممي هذا الجسر الذي كلف 32 مليونا لكنه ظل يتارجح بعد ذلك أو المرأة التي كسرت 6 طحف فنية من أجل التقاط صورة سالفي ولهذا استعدوا لمشاهدة أكثر الأخطاء المكلفة على الاطلاق تم افتتاح هذا الجسر سنة 2000 في مدينة لندن والذي تم وصفه على أنه مجموع ما وصل إليه الإنسان من تقدم من بداية العصر الحادي والعشرين لكن بعد انتلاء الجسر بالناس ظهر مشكل كبير للغاية إذ بدأ في التمايل والاهتزاز بسبب حركة الناس فوقه وقد لا تعلمون هذا الأمر لكن طريقة مشي الجنود المنتظمة والموحدة باستطاعتها هدم جسور عن أخرى ولهذا تجد في مداخل بعض الجسور عالمات تنبيه كتب عليها ممنوع المشي بشكل موحد مثل خطوات الجنود لكن بسبب وجود خلال ما في الجسر فقد كانت حركة الناس عادية كافية لزحزحته وتحريكه وقد تم إغلاق الجسر بعد هذه الحادثة لمدة سنتين حتى قام المهندسون بإضافة صممات ممتصة لصدمات الجسر وأضاف الكثير من التعديلات عليه والتي كلفتهم تسعة ملايين دولار تقريبا إضافة إلى اثنين وثلاثين مليون دولار التي تم إنفاقها لتشهيده فقد بلغ مجموع ما تم إنفاقه على جسر الألفية أربعين مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي خلال تصوير فيلم المكرهون الثمانية كان على الممثل كورت راسل تكسير قيثارة في أحدى لقطات الفيلم وقد قام متحف مارتين بإعارة طاقم الفيلم قيثارة نادرة للغاية تعود لسنة 1870 والتي تقدر قيمتها بأربعمائة ألف دولار والتي كانت مخصصة للممثلة جينيفر جايسون لكي تلعب بها في أحدى اللقطات وقد كانت الفكرة تبديل القيثارة بكثارة عضية لدى تصوير اللقطة وتحطيمها ولسوء الحظ قام الممثل كورت راسل بيخذ القيثارة الحقيقية من يد الممثلة ثم كسرها وما زاد الطين بالله هو أن هذه الآلة الموسيقية النادرة مؤمنة بـ 8.45 ألف دولار فقط إضافة إلى أن المتحف لم يتمكن من إصلاحها أبدا الأمر الذي جعل المسؤولين بالمتحف يخرجون بقرار مفاده بأنهم لن يعيدوا إعارة أي قيثارة أخرى مجددا من أجل استعمالها في الأفلام تحت أي ظرف من الظروف مشكلة بقيمة 327 مليون دولار في الفضاء قامت وكالة ناسا بإنفاق ما قيمته 327 مليون دولار على مسبار مناخ كوكب المريخ من أجل دراسة مناخ الكوكب لكن المسبار احتلق فورا ملمسته غلاف الكوكب بسبب خطأ في الحسابات الرياضية إن قيادة الدبابة لوضعها فوق عربة نقل الشاحنة مهمة صعبة وقد حاول سائق هذه الدبابة دبابة كاتسا 2S.3 والتي تزن 28 طنا والتي يبلغ ثمن وأكثر من 400 ألف دولار أمريكي قيادتها نحو الشاحنة عدة مرات لكنه لم يوفق في ذلك بسرعة وبعد مرور مدة من الزمن تمكن من صعود الشاحنة لكنه فقد السيطرة عليها في آخر لحبة لتقلب رأسا على عقب رقم عشري واحد صرفت إسبانيا بليوناً و750 مليون دولار على غواصة لؤلوعة إسحاق ولدى الاقتراب من إتمامها ظهرت مشكلة عويصة على السطح فقد اكتشف المهندسون أنها ستغرق فوق دخولها المياه لأنها كانت أثقل بـ 70 طناً لكن كيف حدث هذا الأمر يا ترى؟ بعد البحث في الأمر اتضح بأن أحد المهندسين أخطى في وضع نقطة العدد العشري والأمر الذي أدى إلى زيادة وزن الغواصة بـ 70 طناً ورغم عدم كشف اسم هذا المهندس ألان حكومة الإسبانية أنفقت 9 مليون دولار إضافية لإصلاح هذه المشكلة خلال ثلاث سنوات إضافية حادثة سيارة موناكو تعتبر موناكو الفرنسية وجهة سياحية يقصدها كل الأشخاص الأغنياء في العالم ولهذا فمن الشائع رؤية السيارات الفخمة والباهيذة الثمن هناك ولهذا فإن حوادث السير التي قد تقع في موناكو ستكون باهيذة الثمن أيضاً لا محالة وكما ترون في مقطع الفيديو كلفت حادثة الاستضامة الخفية خسائر لست سيارات باهيذة الثمن وقدر مجموع الخسائر بمليون دولار كاملة بدأ هؤلاء الأشخاص بتقطيع هذه الشجرة وقام بتثبيتها إلى شاحنة صغيرة وذلك من أجل تجنب سقوطها على منزل قريب وقد تبدو أنها فكرة جيدة ولكنها سالت بشكل سيء جداً وتحدث هذه المشاكل في العادة لدى عدم تاجير سكان المنازل لقطع أشجار احترافيين من أجل توفير المال لكنهم في الحقيقة يصرفون أكثر مما أرادوا توفيرهم منذ البداية قام هاوي هويبير بأسوأ خسارة تجارية في التاريخ حوالي 9 بلايين دولار أجل 9 بلايين دولار كاملة وفي الحقيقة لم تكن كلها أمواله الخاصة فقد تاجر سندات لدى شركة مورغان ستالني لكنه قام بعد ذلك بصفقة فاشلة وظهرت سلبياته ونتائجها الفادحة خلال أزمة عامي 2007-2008 المالية وقد كان بإمكانه تجنب كل هذه الخسائر في الحقيقة لو لا تسرعه وثقته بنفسه المبالغ فيها وبعد مرور الوقت اكتشف مضيف الحسابات بالشركة خطأ هوبلر قاموا بإقالته مع تعويض بلغت قيمته 10 ملايين دولار تكسير الحمولة بأكملها حاول هذان الشخصان العمل بشكل جماعي لكنهما في الواقع قد تعاون على خسارة فادحة في الواقع إذ قام بتكسير كل الحمولة الموجودة داخل الشاحنة من قنينات العصير والجعع ولا يهم في الحقيقة نوع المشروب المعبئ في القنينات مثل أهمية الحركة الغبية التي أراد القيام بها فكيف توقع إنزال كل هذه الصندق دفع واحدة للأرض بنجاح بهذه الطريقة في سنة 2003 تعرضت شركة ميزاهيو للتأمين لخسارة فادحة بسبب حركة خاطئة بسيطة فقد أرادوا بيع سهم واحد فقط من مغزون جي كوم بقيمة 610 ألاف ين أي ما يعادل 5 ألاف دولار تقريبا لكن وبطريقة ما قام أحد التجاري في الشركة بقلب الأرقام إذ قام ببيع 610 ألاف سهم بقيمة ين واحد لكل سهم ولم تنتلك الشركة أصلا هذا العدد من الأسهم لكن البورصة لم تهتم لهذا الأمر وأكملت العملية لتخسر الشركة ما قيمته 344 مليون دولار مقابل بيعيها لهذه الأسهم التي لا تمتلك أغلبيتها في الواقع سيارة بوغاتي في المياه في نهاية 2009 قام أحدهم بتصوير سيارة بوغاتي فيتون الباهذة الثمن لكنه لم يتوقع بأن يقوم السائق في التوجه نحو المياه مباشرة وقد أراد مالك السيارة الاستفادة من ثماني مليوني ومائتي ألف دولار التي يعطيها لتأمين للمالك لتعويض كل هذه الخسائر ودون علمه بوجود شريط مصور له خلال إغراقه لسيارته لم يعلم المدعو أندي هاوس بأنه قد صور لحظة قيامه بالأمر إذ ادعى بأنه تعرض لهذه الحادثة بعدما ظهر طائر فجأة أمامه وهو يقوم بالقيادة وكنتيجة لهذا الأمر فقد تم اتهمه بالاحتيال ومحاولة النصب على شركة التعمين ليمضي عقوبة سجنية لمدة عام كامل جراء ما قام به مراهق صدم شاحنته الصغيرة بالمرأب ليس كل الأخبار التي نسمعها حقيقية بالفعل ففي سنة 2006 تم الترويج لقصة امرأة قامت بصدم شاحنتها بسيارة الفيريريا الخاصة بزوجها وفي الواقع تم الترويج لهذه القصة بطرق مختلفة تضمنت كلها امرأة خلف المقود الشاحنة الصغيرة لكن اتضح في النهاية أن كل هذه القصص خاطئة ومزورة لكن الصورة حقيقية للغاية ولم تكن أي امرأة خلف المقود فقد كان الصائق مراهقا من ولاية إيركستانس بالولايات المتحدة والذي فقد السيطرة على شاحنته بعدما تشتت انتباه خلال بحثه عن هاتفه ليدخل بسيارته في هذا المرأب بعد اصطدامه بدراجة نارية وسيارتين ليتسببا فيما قيمته مئتي ألف دولار من الخسائر اذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التالى اشتركوا في القناة